بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناي وبناتي طلاب المرحلة السنوية وانا لما بقول المرحلة السنوية اعني ده كويس لاني انا بتكلم مع طلاب اولى وتانية وتالتة سنوي النهاردة مش مرحلة محددة لان المشكلة اللي هنتكلم فيها النهاردة هي مشكلة كل المرحلة كلكم بيبعندوكم مشكلة ازاي تفرقوا ما بين الاسم والفعل والصفة والظرف وامتى اختار الاسم وامتى اختار الفعل وامتى اختار الصفة وامتى اختار الظرف هي حالات كتير قوي ومتعددة ومتشعبة وعلشان كده قررت ان انا اعمل لكم كورس كامل عن المشتقات دي الحالة الاولى في الكورس ده خد بالك انا هعمل ايه في الكورس في الكورس ده هقسم الحالات بتاعت المشتقات وحالات متعددة زي ما قلنا هقسمهم لحالات يعني ايه حالات يعني هقول لك مثلا لو جالك الحالة دي تعمل كذا ولو جات لك كده تعمل كذا هقسمهم لحالات وهدي على كل حالة بعد مشرحها مجموعة امثلة فانت هتابع معي ان شاء الله كل حلقة هاخد لك حالة او اتنين او تلاتة على حسب الامثلة وعددها وهشرح لك بالتفصيل فعلشان كده تابع معي الكورس من اوله لو انت من الناس اللي معي على القناة من بدري اكيد هتبقى عارف ان فيه قوائم تشغيل بقسم فيها كل حاجة هتنزل في الوصفة هتلاقي قوائم تشغيل لكل وحدات بكل مراحل ان شاء الله مترتبة بشكل كويس جدا ولو انت او مرة بتتبعني اتمنى تشترك في القناة واتفعل الجرس عشان تابع معي كل الوحدات اللي جاية لان احنا وصلنا الوحدة التامنة وان شاء الله مكملين المنهج غير ان احنا نويين ان شاء الله الفترة الجاية نعمل كورس للترجمة وكورس ازاي تكتب برا جراف كويس وهعمل لك كمان الفترة الجاية باذن الله حلقتين تلاتة كده هلملك فيهم كل القواعد المهمة او التركات اللي موجودة في القواعد فبالتالي عندنا شغل كتير جدا وبعد من خلص المنهج طبعا هنعمل ممتاز فلو انت مشترك في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس طيب لو انت كمان هتشوف النهاردة الفيديو هتحس ان انت استفدت وحبيته اتمنى انك تشيره لكل اصحابك علشان الفايدة توصل للجميع انه فعلا المجهود اللي بتعامل في الحاجات دي بيبقى مجهود كبير ومحتاج ان هو يوصل لأكبر عدد من الناس علشان يستفيدوا منه زي ما قلنا دي الحالة الاولى في الكورس الخاص بمشتقات لسه في حلقات كتير لو انت تشوفني دلوقتي ولسه في حلقات ما نزلتش تابع معي واستنى الاشعار لانه ان شاء الله في خلال يوم او اتنين بكتير الكورس هيكونك تمال على القناة ولو انت موجود دلوقتي والكورس الريدي نزل فهتلاقي في صندوق الوصف رابط بقايمة تشغيل بتاع الكورس كله هتلاقي كمان رابط الجروب ستاعت الواتس اب وجروب الفيسبوك والصفحة الشخصية بتاعت الفيسبوك وكمان البيج بتاعت الفيسبوك بتاعتنا حتم سميكا علشان تشرفوني اكيد ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتسيب الكومنت بتاعك وحابب اشكركم على الكومنتات بتاعتكم ومبسوط جدا من الكلام اللي بتقولوه ويا رب دايما كده احس ان في تواصل ما بيننا وان الحب المتبادل اللي ما بيني وبين اولادي يكون موجود اسبكم دلوقتي علشان نروح نشتغل مع بعض ونرجع لبعض التالي هذه الحالة الاولى اللي هتكلم معك فيها النهاردة انك لما بتلاقي في النقط طبعا انا عندي اختيارات وانا عندي نقط بعد النقط على طول في اسم انا مليش دوب اول جملة في ايه واخر جملة في ايه انا بفكر دلوقتي انا عندي نقط وبعد النقط في اسم زي مثلا دور قيادي او ريادي اوكي وهكذا انا لما بلاقي نقط وبعدها اسم على طول اختار الصفة في الاختيارات يبقى انا دايما اركز قوي ولما بلاقي نقط وبعد النقط اسم اختار الصفة طيب هديلك خمس امثلة دلوقتي علشان اشرح لك الحكاية دي بتتعمل ازاي بص كده معايا ده المثال الاول طبعا انا عندي كلمة رول اهي اللي هي دور وده اسم مش كده طيب قبل الاسم في ايه في نقط يبقى انا عايز صفة عايز اوصف هذا الدور بان هو دور ايه كويس طبعا حسين اللي هي بدور ريادي قيادي تفعي لي ريادي صفة خد بالك دايما الصفات بيبقى في صفات اخرها ايني جي دي غالبا pits off غير العقل وصفات اخرها ايه دي وده غالبا بتصف العقل الاخرها ايه دي غالبا بتوصف العقل ولا اخرها ايني جي غالبا بتوصف غير العقل هنا باينيرين يعني ريادي أنا بوصف الدور اللي لابو داع حسين بانه دور ريادي تعالى ناخد مثال كمان عشان نفهم اكتر اهو هي عملت دور ايه لمستر محمد او بتشتغل مع مستر محمد بتعمل عمل ايه من ساعة ما تخرجت من الجامعة ساعة 2015 اهو عمل سكرتريال عمل سكرتاريا أنا بوصف العمل انه هو عمل ليعلاقة بالسكرتاريا دي صفة خلي بالك أنا بوصف الشغل انه هو شغل اللي علاقة بالسكرتاريا طبعا مستر ما انت عندك باينيرينج كمان صفة وانت بتقول طالما اسم انعايز قبلها صفة بس ان اختر الصفة المناسبة للمعنى الجملة كمان مش اي صفة وبس انا عندي هنا اياه مش بيشتغل عنده عمل ريادي في مكتبه من ساعت ما تخرجت ولا كي بيشتغل عنده عمل سكرتاري بتشتغل سكرتيرا طب و ايه و سي؟ لا دول اسمه اصلا سكرتيرا و رائد دول ملهمش علاقة بالحكاية يعني دول الاتنين دول اسم مو ينفعش يتحطوا هنا قبل الاسم طيب ناخد مثال ثالث هنا بقى الموضوع معكوس هنا عندك جود يعني جيد وعايز بعدها نقط طب انا عندي الصفة بعدها بيبقى ايه؟ دايما الصفة بعدها اسم انا بوصف ايه؟ انا بوصف الاسم طب تعالوا نشوف المثال هو شعر وعد كتب قصيدة ايه؟ قصيدة جيدة مؤخرا يا مستر انت عرفت من ان هو قصيدة اولا انا قلتلك انه طالما في صفة انا عايز بعدها اسم مش كده؟ كويس الاسم ده عرفت من ان هو قصيدة ليه مش شعر مثلا عموما عشان فيه ا ا ا دي مفرد يبقى انا عايز اسم مفرد ما يفعش الشعر عموما خد بالك الحتة الصغيرة دي بتفرق لما يبقى فيه قبل الصفة ا او ان دي بقى انا عايز بعد الصفة اسم مفرد تاني لو فيه قبل الصفة ا 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 كل الناس أدركت الموقف الثانية واحدة مش المفروض ان زادي بيجي بعدها اسم اقولك اه اقولك بس في نقطة مهمة جدا لازم تاخد بهاك منها زا صحيح معناها قل ودي اداة معرفة بيجي بعدها اسم بس ممكن يجي بعدها اسم على طول او صفة ثم الاسم زادي مقصود بها الموقف الموقف الثانية الموقف الخطير زا الموقف دي زادي بتاعت الموقف بس ممكن في النص هنا اكتب صفة يبقى ممكن يبقى صفة وبعدها اسم بعد زا او اسم مباشرة نخد بالك عشان بعد شوية هتكلم معك في الموضوع ده يبقى انا زا هنا بتقول لي المفروض اسم اهو الاسم يا سيدي سيتواشن طب والنقضي نقضي الصفة اللي قابل الاسم يبقى لما لاقي اسم انا عايز اوصف الاسم ده بصفة هقول الموقف الخطير طيب سيريس يعني خطير سيريس لي يعني بخطورة سيريس نس يعني الخطورة نفسها سيريس يعني صامت اكيد طبعا الموقف مش صامت مع انها صفة بالمناسبة بس الموقف مش صامت الموقف خطير سيريس مثال كمان مستر حامد امين يوسد تو كاري اوت تعود ان هو ينفذ القواعد النقطوي يا مستر مش ا بييجي بعدها اسم اقولك اه اداء ناكرة ا ادات ناكرة هي وان وزا طبعا ادات معرفة المفروض ان التلات الادوات دول بيجي بعدهم الاسم مباشرة طبعا ما لإيه اللي حصل اللي حصل انه جاي نقط وبعدين اسم هي ا دي مقصود بها مين اوي طريقة بطريقة حازمة انا عايز صفة توصف الاسم طبعا المفروض ا بيجي بعدها اسم اقولك تاني ا وان وزا يجي بعدهم اسم مباشرة يعني ممكن لقول اوي او ذوي وممكن صفة وبعدها اسم يبقى انا هنا بالنسبة لي عايز صفة اوصف بيها الطريقة هو بينفذ القوانين بطريقة حازمة عايز صفة او ستريكت ستريكت يعني حازم دي صفة طب ستريكت الحزم طب ستريكت لي بحزم طب ستريكت او كلهم كده يعني كلهم مش صفة معادة ستريكت ستريكت هنا هي الوحيدة لصفة وبالتالي هختار ستريكت وي ستريكت وي يبقى ييجي بعدها يا اما الاسم مباشرة يا اما صفة زاد اسم الحالة التانية الحالة التانية عكس الحالة الاولى اللي هي لو لقيت بقى صفة وبيديلك بعد الصفة نقط هو كده عايز ايه هو كده عايز اسم يبقى لو لقيت تاني صفة وبعد الصفة نقط انا عايز هنا في النقط دي احط اسم حاجة اوكي عكس الحالة الاولى تعالوا نشوف امثال عليها طب حسين بص كده معي اولا انا عايزك تلاحظ حاجة ان بيجي بعدها اما اسم مباشرة اما صفة زاد اسم وده اللي حصل هنا ان جاي بعدها امبورتنط دي صفة طيب طيب حسين كان ايه مهم للأدب العربي الحديث هو كان رائد مهم اوكي رائد مهم من رواد الأدب العربي الحديث بس خليني اركز معاك في حاجة القاعدة بتقول اللي انا قلت لك عليها طيب لما في صفة وبعدها نقط خد بالك ان في ايه ان او ا او ذا بيجي بعدهم يا اما اسم على طول يا اما صفة زاد اسم طيب ادي الصفة يبقى انا عايز هنا الاسم يبقى انا عايز هنا رائد فبالتالي هاختار بايونير رائد مش سكرتيري سكرتيرا اكيد طبعا طبعا حسين ما كانش سكرتير للأدب العربي الحديث ولا سكرتاري اللي هو بيشتغل في عمال السكرتارية ولا بايونيري جريادي لان دي صفة ولكن انا عايز الاسم فبالتالي رائد المسال اللي بعده انت محتاج اه جماعة اه بيجي بعدها اسم او صفة زاد اسم انت محتاج ناشر او محتاج ناشر جيد يعني انا من الاخر كده لما بلاي ا او ذا او ان يا اما يجي بعدها اسم على طول يا اما يجي بعدها صفة زي ما انت شايف جود وبعد الصفة انا عايز اسم فانا عايز ايه جيد انا عايز ناشر جيد طيب يعني انشر منشور النشر النشر دي اسم اه اسم طب وبابليشر برضو اسم النشر والناشر طب انت محتاج نشر جيد ولا ناشر جيد علشان يعمل لك الكتاب بتاعك وينشره لك لا انا عايز ناشر صحيح الاتنين اسم بس انا هختار الاسم المناسب للي انا فيه للمعنى بتاع الجملة انا عايز ناشر بابليشر الليتر دي هتبقى هي الاجابة الصح هيزا براميسينج بويت هو شاعر واعد هو رايتس جود نوت بيكتب جود نوت خد بالك هنا انا عندي هنا صفة وبعض الصفة عايز اسم اوكي طيب ما كان فيه من شوية مستر ا جود ساعتها انت اخترت بايم يعني قصيدة وساعتها برضو كانت صفة وبعدها اسم اه فعلا بس المراني ما عنديش ا فاكر لما قلتلك ان ا دي بيتخليني اضطر اضع اسمه مفرد طب انا ما عنديش هنا ا ما ينفعش اكتب اسمه مفرد طب انا ما عنديش ا او ذا فبالطالي هختار بويتري الشعر نفسه بيكتب شعر كويس المثال اللي قدامك في ضهري لما بشيل اي حاجات قيلة انا شايف زي ما انت شايف قدامك كده ا دي ا وبعدها صفة انا عايز هنا اسم عايز اسم ايه مفرد صح كده برافو عليك يبا انا عايز اسم مفرد بعد ا وصفة حلو بدأت اطلقت مع المعلومة حلو جدا تعالنا نشوف واحدة واحدة كده براكن يعني مكسور دي صفة بريكس تنفع برب بمعنى يكسر ومحتوط له اس وتنفع اسم بمعنى بريك يعني فسحة او راحة وده الجمع بتاعها راحات اك يعني قلم وده اسم مفرد و اكس يعني قلم لو ايه اسم جامع او يقلم لو هو فاعل ومحتوط له اس في حالة مفرد اعتقد ان انا بريكس و اكس مش هينفعوا معي خالص ليه مستر؟ لانه انا عايز اسم مش عايز فعل طيب ما هما ممكن يبوا اسم او بس يجمع وانا عايز اسم مفرد طيب كويس يبقى احنا طلعناهم برا خلاص فاضلي ايه فاضلي بروكن اللي هو مكسور وبعدين اك اللي هو ألم بس باد صفة ما يجيش وراها صفة تانية مش كده فبالتالي باد يجي بعدها اسم اسم مفرد اك ألم سيء في ظهري لما بشيل حاجات إله بالرغم ان هو يونج صغير نقط هو ايه صغير كتير من الناس بتحضر العروض بتاعته خلينا نركز مع بعض شوية ادي ا و ادي صفة انا عايز انا اسم مفرد مزبوط كده كويس يا ترى بقى مين الاسم المفرد اللي ينفع هنا solo solo يعني منفرد ودي صفة direct يعني مباشر ودي صفة director مخرج او مدير اه ده اسم بس سوليستي كمان اسم معناها عازف منفرد كويس الناس اللي بتحضر انا كده عندي اسمين وانا عايز اسم ليش كده يعني انا كده اللي تندل هما اللي ينفعه بس قلت لك ان اربط الجملة بالمعنى كمان مش بس اسمه خلاص الناس بتحضر عروضه اه لا لا خلاص عروضه يبدا مش مخرج لان مخرج ده بيخرج ما بيعملش عروض وكمان ما يفعش مدير فيبقى هو سوليست وبكده تكون الحلقة دي من الكورس الخاص بمشتقات خلصت بس لسه عندنا حلقات تانية كتير لو استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسيب الكومنت بتاعك وما تنساش تشير الفيديو لكل الناس بيز على كل وسائل التواصل الاجتماعي انشر الفيديو على اكبر واوسع نطاق علشان يوصل لكل الناس لسه عندنا حلقات تانية كتير موجودة في الكورس ان شاء الله تابع معايا في صندوق الوصفة تلاقي روابط الحلقات اللي جاية في كورس المشتقات ولو لسه ما يزدتش استنى شوية وهتلاقيهم بينزلوا تباعا ان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية الى اللقاء